مرحبا مواليد برش الحوت كيف بد يكون الأسبوع من الثانين 11 للأحد 17 أدار مارس شوفي عنا بهيدا الأسبوع يلي شمس موجودة فيه ببرشكن عنا خبر كتير حلو لمواليد برش الحوت أنه بتاريخ 11 كوكب الزهرة كوكب الحظ والنجاح والأخبار السارة والمكافآت الحلوة رح يدخل على برشكن لحتى يضيف نوع من الإيجابيات بشكل كتير أمهم وذلك بآخر يوم الثانين لكن ماشي الحال كيف بد تكون الأحوال الفلكية علما أنه هيدا هو تقريبا الأسبوع الأخير يلي الشمس بتكون ببرشكن خلونا نشوف كيف بد تكون الثانين والثالثة الأمر موجود ببرش الحمل البيت الثاني هون في عنا كمانا كوكب الزهرة بيدخل على الخط فتقريبا كل المعاملات والأمور اللي عم تحكوا فيها وأموركن اليومية المعتادة أو حتى اللي بتدخل على الخط الطارقة كله مفروض يكون عندكن ميسر حتى يلي واقع تحت تأثيرات خلينا نقول كوكب سحل بيضل أموره عنده عم تتيسر في مطلع الأسبوع إذن فترة جيدة لحتى تشتغلوا من كل قلبكن على بعض الأمور اللي انتو ملاقيينها شوي صعبة وبحاجة لحظ الأربعة والخميس الأمر ببرش الثور أمر ببرش الثور يعني الأربعة والخميس ركد ركد في عجقة من حولكن عجقة حلوة يمكن عم بتشهلوا ومعكن حق تشهلوا قبل الجمعة والسبت هايدي فترة إيجابية اللي حكي فيها بيكون منيح التواصل منيح التفاوض منيح البيع والشراء احتمالي يكون منيح تذكروا كوكب الزهرة موجود ببرشكن وعم بيساعد بشكل خاص موليد شباط فبراير حتى اللي عم بيدرس حتى اللي عنده يعني تواصل مع الآخرين يلي عنده موعد مهم يلي عم بيسافر عم بيروحوا يجي تقريبا كل شي بيكون ميسر الجمعة والسبت هوني الأمر صار ببرش الجوزاء ويستكين شوي مولود ومولودة برش الحود بيحسوا انه تعبوا نطفي حان الوقت لحتى يغطوا نطفي يغطوا يغطوا يعني مثل الطيارة اللي عم بتغط يوصلوا على بيتهم على حياتهم الخاصة حتى بيشغلهم يهتموا شوي بأمورهم بعض الاتصالات من المكتب مثلا يتصلوا يتواصلوا مع عيالهم إذا بدون شي نقصوا شي يتطمنوا عليهم يمكن يكون فيه كمان عجقة حلوة عندكم بالبيت تذكروا كوكب الزهرة كمان يمكن يحمل فرحة يمكن يحمل حدث حلو أمور جيدة جدا يمكن تتصالحوا مخنائين مع أحبائكم يعني فترة ممتازة وجيدة جدا مش بالضرورة هالأمر الموجود برش الجوزاء مع أني حططوا من الأيام الأكثر تعبا بالشهري مش بالضرورة يكون نتيجته سلبية بتاتا تذكروا كوكب الزهرة الأحد 17 النفس الشي حتى الساعة 12 إلى 3 قبل الظهر توقيت بيروت مثل الجمعة والسبت على 12 إلى 3 توقيت بيروت قبل الظهر بيروح الأمر لبرش السرطان وهون بتنسوا كل تعبكن وبتنسوا بالمرة وبتفرحوا وبتنبسطوا وبتهيسوا وتدخلوا بفترة إيجابية فترة انفراجات وفترة ترفيه عن القلب وعن الهم وبتحسوا حالكم أنه تغيرت كل المعنويات للأفضل هالهم اللي كان هالمشكلة المعقدة كنتوا عتلانين هم يمكن شو بد يقول فلان شو بدأت قول فلانة هالياتورة بروح هالياتورة بيجي بتبلش الأمور تتيسر بشكل هائل الأمر موجود ببرش السرطان مثلث مع برشكن بيعطيكم قوة هائلة من الحزوز هلا كوكب الزهرة بهذا الأسبوع بشكل خاص عم بيحدد التأثيرات الممتازة عن 19 ل 26 شباط فبراير وموليد الحوت يلي شوي متضايقة من سحل بهالأسبوع هي 1 و 2 و 3 أدار مارس لكن هذا الأسبوع بيسهل أمور على الكثير فحاولوا هالموليد اللي ذكرتها أنه كمانا تستثمر بنوعية الوقت الممتازي تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي